السلام عليكم انا اليوم عايز احكي بموضوع لازم كل العرب والمسلمين يفهموها وانا بعرف انه كتير مسلمين هلا رح يعصبوا علي ويكتبوا بالتعليقات وابصر ايش بس لازم كل الناس تعرف هذا الشيء الكلام اولا بدي احكي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ده بلش بهذا الموضوع يعني كل الناس لازم تفهم هذا الشيء اولا سيدنا محمد ما هو سعودي شلون ما هو سعودي انا افهمكن ليش ما هو سعودي اولا كان سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا ابراهيم معروف خلق بالعراق بمنطقة اسم العور يعني بابلون بالتحديد فاجاء ولد اسمه اسماعيل واسماعيل يعني راحوا امه يعني هن نسكنوا السكنين بفلسطين يعني نقلوا من العراق يا فلسطين من فلسطين يا سعودية فشو صار هناك سيدنا اسماعيل كان التقى ببني جرهم اللي هن نجيين من اليمن بني جرهم فتجوز منهم نجوز واحدة مرة منهم بعدين جاء اولاد بعد فترة جاء سيدنا محمد وقال سيدنا محمد هذا ال يعني الكلام المشهور قال اهل اليمن مني وانا منهم عرفتوا شلون هاي اولا بعدين من الرمى احجار على الرسول غير يعني اهل الطائف بسعودية فكل الناس لازم تعرف هذا الشي انا ما بطلع اشي من عندي كل اشي يعني مترخ بالتاريخ يعني متقدر تروح وتفحصوا هذا الشي يعني ما هو الشي سر يعني كمان يعني هنن يعني 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 ما بعرف شو بدأ اقول لكم يعني هنن عم بتخانقوا يعني طيب خلينا نقول ايران يعني هي سبب المشاكل في الدول العربية اوكي احنا معكن بهذا الشي طب تركيا شو دخلها تركيا شو دخلها ما هي فوضت خمس مليون سوري لاجئ عندن بعدين اولا من يعني حاول ينقز الاندلوس غير العطمانيين لما سقطت اخر قناع في الاندلوس كانوا هنن اكبر سند المسلمين هنن الاطراك اللي هنن عاديين عم بيقول هنن كفار وهنن ملحدين وهنن ابصر ايش يعني شوفوا بدون هنن سعودية بتخانقوا مع كل الناس بدون ايانا انهم احنا كمان يجروا كل العرب معهم يتخانقوا مع كل دول يعني كل دول التانية اللي ما هي عربية وهل سيدنا محمد يعني ما في فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى يعني هاي فهموها ما وما ترقد ورا السعوديين يعني هن اغبياء ما واولا اهل سعودية ما هنن قلعوا الهاشميين كانوا الهاشميين وهن من سلالة الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل الناس بتعرف هذا شي ما بطلع ايش من عندي حرب العالم الاول صار بناتهم حرب بين الهاشميين وال اهل سعود اللي جبتهم البريطانيين وصار مشاكل بناتهم وقلعوا الهاشميين اهل سعود قلعوا الهاشميين على الاردن وهلأ الساكنين الهاشميين في الاردنيين يعني في الاردن دولة الاردن ما هي من شان هيك بتتسمى الدولة الهاشمية الاردنية عرفتوا اشلون انا ما بطلع اشي من عندي كل اشي هذا مطرخ وانتو بتقدر تفحصوا بهذا الشي بطلع لك هذا السعلوك الفلسطينيين ما هو عرب طيب شلون ما هن العرب وبي يعني اه بيت لحم مسكورة قبل الكرآن يعني في الانجيل والطراء وهي بسان عربي بدك على مين عم تضحك روح روح يسطر على عرضك روح بعدين انت يعني اذا بتكون تساوق التاريخ معاي انا حافظ التاريخ عن غيب عرفتوا شلون واللي ما مصدقني يروح يبحث باليوتوب ورح يبين كل اشي عنكن واضح يعني ما بعرف بش بدي اقول كون وبعدين الهجمات الارهابية اللي ارتكبوها الاسعوديين ضد 11 سبتمبر بامريكا كان يعني هن السبب عرفتوا شلون وشوفوا يعني اجت الامريكان وحاربت كل الاسلام من شان تحت هدول الاسعوديين من اول دولة حاربة هي العراق شو دخل العراق شو دخل سبتم حسين 11 سبتمبر ليش ما هجموا ع سعودية فكروا فيها عرفتوا شلون هلا بدون يطلعوا كتير سعوديين يعني انتو عم بتساوي مشاكل مع كل الدول يعني ما خليتوا إلا دولة إلا ما يعني يعني ما جرتوها مع كن بعدين يعني اهل اليمن يعني انتو بتروحوا بتساوي مشاكل وبعدين بحرب العالمي الاول حرب العالمي حرب الجولف اللي هي الخليج كان لما فات صدام حسين عكويت ان السعوديين جابوا امريكان جابوا مليون مقاتل ما وجمعوا من شأن يحربوا العرقيين ويقتلوا العرقيين وخمس وعشرين الف من العرقيين راح شهيد وشوفوا يعني الغدر منهم وهن بساوي المشاكل وعرفوا يا ناس انه لحق كن دور واحد ورد تاني ما يعني هدول ما عندهم امان والله العظيم ما عندهم امان اذا الرسول رموا عليه حجار باهل الطائف يعني انتم مين حتى هن بعدين اهل اليمن المساكين ما اهل صعود شاطرين انه يجيبوا ناس من برا من شان يعني يحربوا عنهم يعني يشوفوا هلأ جابوا مصر وجابوا السدان وجابوا الامارات من شان يحربوا اهل اليمن ولكن يا سعوديين انتم ما رجال هيا تايران قدام قدام روح حربوها اذا انتم رجال فرجونا رح تدعس على الرأس ابوكن انا بقولكن هيك يعني دغري انا ما خايف من حدا اعرفت شلون بعدين طلع لك البسس هدول الفلسطينيين اللي بدافعوا عن السعوديين متل شو اسمه هاد منير وا احمد باسم انتم اكبر خونا روحوا نضبوا ما اعرفوا دينكن اول اشي واعرفوا مين اللي بسبسب ع بلدكن وابصر ايش بعدين تعالوا احكوا بعدين هلا السعوديين كيفين دافعين يواحد مصري اللي هو اسمه 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 تذكر اسمه خطير 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 اسمه محمد انديل بجوز محمد انديل ما بعرف الله بس نسمي حاله انديل محمد انديل بجوز هذا كمان خطير 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 كل ما تساوي السعودية اذا قالت سعودية نط من الجبل رح ينط من الجبل عرفت شلون من شلون كل المشاكل عم تيجي من اهل السعود يا ناس امت رح تصحص يعني امت هاي رح تضله هيك انتم معنكم عقول راكدين ورا سعودية شو رح تنفع كم سعودية فهموني شو رح تنفع كم شو هي معطيكم شو معطيكم هن بيقولول بيقولول انه احنا السعودي سندنا فلسطين والسوريا وابصر ايش بالمال يا عم ما تعطونا مال احنا يا مين هدول المال اللي عم تعطوه هن يال الحكومة اما الشعوب ما لازم من اللي فوت الامريكان على العراق من شان يقتلوا العراقيين من غير الخليجيين هيفهمون اياها ليش اطاحوا في يصدام وهن لا وهن السببب يعني ب11 سبتمبر والسلام وازلط لكم الرسالة صح يلا مع السلام